عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بمنع المواطنين الجادين الدخول إلى الأراضي الأمريكية فقد التقى الوزير الأمير العام للحكومة الدكتور عبدالله صابر فضل ووزيرة العلام ناطق الرسمية باسم الحكومة السيدة مادلين ألينغي بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البناء وذلك لمناقشة قرار الرئيس الأمريكي المتحف بحق جهود الحكومة التجادية التي بذلتها من أجل مكافحة الإرهاب وبعيد هذا الاجتماع قدم كل من الوزير الأمير العام للحكومة عبدالله صابر فضل والسفير الأمريكية بياناً لوسائل العلام العامة والخاصة هذا وفي أول رد فعل رسمي للحكومة التجادية حول قرار الرئيس الأمريكي ترامب صرح الوزير الأمير العام للحكومة المكلف بالإصلاح بعد لقائه مع السفيرة الأمريكية عن امطعاض وأسف الحكومة التجادية بهذا القرار المؤسف وغير العادل حيث أنه جاء في وقت قدمت فيه تجاد تضحيات انجسام بشهادة المجتمع الدولي نتابع ما جاء في حديث الوزيرة من العام للحكومة لقد لاحظتم أننا قمنا باستقبال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أنا وزميلتي وزيرة العلام لسبب غياب وزير الخارجية وقمنا بإجراء هذا اللقاء وتبادلنا أطراف الحديث بصورة جادة سمحت لنا على فهم الوضع وبينا فيه اهتمام الحكومة والشعب التجادي تجاه هذا القرار ونقلنا لسيدة السفيرة شعورنا بعدم عدالة هذا القرار والذي تم نشره وتبادلنا الأفكار مع السفيرة وقلنا إن شات بزلت مجهودات جبارة وقدمت تضحيات كبيرة في نضالها ضد الإرهاب وأشعرنا بهذا القرار الذي تجنب العدل قليلا وقمنا بتوضيح البيان وحددنا مستوى العلاقات وتعاهدنا على العمل معا في سبيل ذلك وأكدنا رغبة الحكومة وجاهزيتها للتعامل بحسب الشروط وترسيم سبل التعاون وتبيين الحقائق فيما يتعلق بهذا القرار وسجلنا نقاطا إيجابية ولاحظنا أن هذا القرار يرمي إلى الجوانب الفنية وليس الإرهاب بعينه واتفقنا على العديد من النقاط وذلك إن بلادنا قدمت وبزلت الكثير في هذا النضال وإن سبب حضور سفيرة الولايات المتحدة معنا هنا هو فقط أننا نريد أن نتناول الجوانب المتعلقة بالبيان أو القرار الذي نص على أننا نرعى الإرهاب ليس هذا ولكن فيما يتعلق بتبادل المعلومات وقد تعاملنا مع السفيرة وحددنا المطلب ووقفنا على أننا نتبادل المعلومات التي هي محور اللقاء وأن تبادل المعلومات أمر ضروري وفي غاية الأهمية وأتمنى أن لا توسع دائرة اتخاذ القرار وكل ما يتعلق بالأمر ينطبط بالجوانب الفنية ونحن نسعى إلى معالجة هذه الخطوة ونحدد السبب في ذلك كما عبرت أيضا السفيرة الأمريكية لدى البرايات عن انطباعتها بهذا القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب نحن بدورنا في الولايات المتحدة الأمريكية نعتمد هذه الشراكة مع البلاد وأملي في حضور هذه المناسبة لأشرح لكم بعض الأبعاد فيما يخص الشراكة التي تربط البلدين وبحسب علمي فإن الصحافة الجادية على دراية تامة بمستوى تحصيلهم العلمي المتقدم للتطورات الجارية وتعهداتنا مع البلاد في المجالات العسكرية والأمنية وتدريب كوادر في الشرطة وسنطلق قريبا برنامجا خاصا بإقليم البحيرة قدر له مبلغا يساوي 50 مليون دولار سنويا ونحن نقدر جهود الشات ونعمل معا في معالجة قضايا اللاجئين ونقدر جهود الحكومة أيضا في إيواء هؤلاء اللاجئين واستقبالهم في أراضيها وإن شراكتنا مع البلاد جد هام ونعمل معا وبحسب علمي فإن شاد تشبه الولايات المتحدة الأمريكية بحسب موقعها لأنها محاطة بعدة الدول وتجاورها الشعوب فإذا كانت شاد تشبه الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تفرض نفسها لحماية شعبها مثل ما تعمل الحكومة الأمريكية لشعبها وعلى سبيل المثال فإن فرنسا وبريطانيا واليابان فقدت الكثير من شعبها كما فقدت شاد أيضا من جهتها لأجل الحصول على السلام والاستقرار وإن كنا نحن في الولايات المتحدة بعيدين عن شاد لابد لنا أن نقف مع شاد ونساعدها في مواجهة التحديات وتمكينها في صنع السلام وفيما يتعلق بإعلان النتائج الرئاسية فإن رئيس بلادي الذي تربطه مع شاد شراكة حقيقية يسعى دوما في مواجهة بعض التحديات الأمنية وأنه قد أعلن أن على شاد تفسير بعض الأمور بشأن الإرهاب وعدم الأمن حتى نتمكن من مساعدة البلاد ونؤكد أننا دائما مع شاد ونعمل سويا معها لمواجهة كافة المسائل التي تواجه شاد ومما يؤكد ذلك أننا قد ساهمنا في بناء دار بلغت تكلفتها حوالي 122 مليون من الفرنكات الإفريقية وهو رمز لشراكتنا الحقيقية في ذات السياق تجول فريق من التلفزيون الشادي لاستطلاء أراء المواطنين حول قرار ترامب بشأن منع المواطنين الشاديين السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتابع الاستطلاء الذي أجره زميل محمد صالح الحسين ترامب الغرار الذي يتخذه تجاه تشاد أنا أشوف الغرار هذا ما صعب يعني قرار مقطع جدا تشاد ما عملت شيء كده لأحد الأمم المتحدة أو لأمريكا أو ترامب يتخذ غرار كهذا يعني نشانا في كامرون في المعلي في سنتراكري كله كان يديه ناس ما نعرف ما نعرفه ما نعرفه ما نعرفه نشغل نمشو يعطو ندارسون دار هل لي ما يغير لنا كان دارونا من أمريكول ألا ألمهم في دانين محمد صوت محمد رئيس دولان ترامب كان عندما نت grantه أسم قبل هذه إضافة إن تشادين عمضت هناك أمسوا المحمد عنهم يفض likes إن ترحب مع كل ما نعرفه قبل أن الصعبار نبغير عمرные اشغل لنا أسمان ترامب نهاتيينهكو روح لاثنيوätte نعرفه أنت أن يطير بشكل من يوتlying يسول مهم شاد قدمت كثيراً معنوياً ومادياً في محاربة الإرهاب والعالم كذلك كله يعرفه حتى انتخبت في مجلس الأمن وكانت من ضمن الدول الغير دائمة في مجلس الأمن أنا رأي أن القرار ده غلط أنه شاد ما بتدعم الإرهاب بالعكس شاد من الدول اللي بتساعد أنه يكون الإرهاب ده يعني الإرهاب ده يختفي من البرد من حسب رأيينا يعني رأي ترامب رأي قادية صراحة لأنه تشاد يكله حما أنه تهارب الإرهاب واتضال السلامة في كل الأماكن ومن الناحية الثانية أنه ترامب يضع تشاد في القائمة السوداء هذا رأي ما مقبول يعني صراحة وما يلوقف التشاد الزات أنا رأيي بالنسبة لك أنا أتشادي يعني أولاً بأولاً طبعاً السياسة تختلف عن أشياء أخرى يعني ما في زول يعرف السياسة مية في المية فأمريكا لها سياستها ونحن لدينا سياستنا حسب رأي قطب من دونالد ترامب الرئيس سنة لأمريكا خليه يراجي قراراته وينظر إلى النظرة دي بنظرة طيبة ونظرة حسنة في ذات الشأن قدم ظهر اليوم الرئيس الوطني للحركة من أجل التغيير في شاد دكتور محمد أحمد لزينة قدم حديثاً صحفياً عرب فيها عن استياءه استياء الحركة من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يخص القرار والإتخاذ الرئيس دونالد ترامب الرئيس والمتحدة من الأمريكا ماهذا الأمر يجب أن نشاط نقول إن يجب على المساعدين كما نقول إننا ينزل هناك محل حضرة قراراته من هناك إرهاب أو الحياة وفاقي نقول إننا ينزل هناك نحونا ويشير ويشبه called II y 엄 ويجب تسلح الناد قلب من قل الله المشا꼐حين Перв هو يعطيه الوصف مغ長 من الجبال ون PE ال формاغر وog different areas أتى خارج và مزل انتدار حتى الآخر وأخرى الأطفال حتى إن النساء ويشبه الحب ويحبه لعط Azure وقدرنا سونا وحتى ودرنا أرواح ودرنا أرواح وأولا تنات جاد مشو حربو خلي رئيسنا أمركا يراجي ويشيف الصورة الحقيقية ياتو واغف اليوم مام في الحرب دياتو